بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه من حق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يطيعوه وأن يكثروا من ذكره وأن يعملوا بطاعة مولاهم سبحانه وتعالى وأن ينتهوا عما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه لذلك على العبد أن يحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي لأن الله سبحانه وتعالى يغار وغيرة الله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن تنتهك محارمه لذلك على المسلم أن يحذر أن ينتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى لذلك قال العلماء يجب على المسلم أن يحذر أن يقع فيه أي ذنب سواء كان من الكبائر أو من الصغائر لذلك قال العلماء في تعريف الكبيرة هي كل ذنب أقدم عليه العبد دون أن يستشعر خوفا من الله ودون أن يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى فهذا الذنب يعد في حقه كبيرة وقد قال الإمام بن حجر الهيتم في كتابه الزواجر لا يعد هناك تعريفا جامعا للكبيرة حتى يحذر المسلم أن يقع في أي ذنب والله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أن من اجتنب الكبائر وابتعد عنها غفر الله له الصغائر لقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يقول ابن كسير عند تفسيره لهذه الآية ومن رحمة الله تعالى أن من اجتنب كبائر الإثم غفر الله صغائر الذنوب وأدخله الجنة لذلك ختمت الآية بقوله وندخلكم مدخلا كريما ومن آثار المعصية التي ربما يقع الإنسان فيها أنها تسبب غضب الله سبحانه وتعالى على العبد وأنها تسبب غضب الملائكة وغضب الناس لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للسيئة ظلمة في القلب وظلمة في القبر وظلمة في الوجه وسوءا في معاملة الناس أو كما قال رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقدم على الذنب واستهان بالصغيرة فإن ذلك يعد قاصما لظهره فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإن محقرات الذنوب كمسل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذابعود وذابعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم فكذلك محقرات الذنب إذا اجتمعت على العبد أهلكت وإن العبد إذا أذنب زنبا واحدا أثر ذلك الزنب في قلبه أخرج الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا أذنب زنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر سقل منها وإن زاد زادت وذاكم الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومن الآثار السيئة التي ربما تعود على العبد من الذنوب أنها تفضحه يوم القيامة ففيما أخرج ابن ماجة من رواية ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا ولذلك قال هنا ثوبان يا رسول الله صفهم لنا وجلهم لنا لنكونن منهم ونحن لا ندري فقال أما إنهم منكم من جلدتكم يأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعلاج أن يتوب الإنسان إذا أذنب زنبا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسارع بالتوبة لله لقوله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فيا من أسى فيما مضى ثم اعترف كن محسنا فيما بقي تجزى الغرف واستمع إلى قول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله